اشتركوا في القناة خير يا أمين اتعالي تفضل تفضل خير يا أخوي يا طام وأنا يعني مش مجيلك لما تكون في مصيبة حصلت أنا جيلك عشان موضوع تاني خالص أنا معصودش يا أمين أنا بس مستغرب يعني مش متعودة تجيلي وأعرف أن أنت كرها المحط وحافظة الكرها لغاية ما ربنا يهديك كده وتيكي تقعد في وسطين أنا جيلك عشان أتكلمك أه عشان موضوع نديه هديك عرفت لوحدك والوحد حسن عمله وخشوب دورة مش كده لا بالدنيا ظلم علينا وقاعد يدي في البت كلام ملوش أي لا اسمع وقاعد يبكت في الوحد كمان بدي حبت عيني ما بطلتش عياط وبصراحة عزوز كلم نديا وواخد على خطره قوي مش في المسئين اللي حصل لده كله والعلم بقى أنا عتمع الوحد اللي اسمه عزوز ده هو الجدع وطيب طب ونبينا رأيي فيه كده برضو بس هنعمل إيه بقى اللي ابن قنصه للوز والسفيرة العزيزة مش عاجبه البليات شو طب اشرب الشيء يا أخي انت كمان وانا جاية الضيف عارف عارف انك مش جاية الضيفة جاية عايزان أكلم حسن أشوف ماله ها هايزك تكلم حسن وتهدي شوية دول مساكهم هما الاتنين وقالهم انسوا الموطوعة خالص طب ماشي بقالو سنين على الربابا يغني يقول مش حديكي إلا اللي انت عايزاه وهو كمان لازم يكون عاوزك يا حبيبتي يا أختي ايه اللي غير بقى كل ده دلوقتي ماانيش عارف بيت تموتها نفسها من العيار بعد ما كانت عينيها بتلمع من الفرح وطيرة طير كده ملعى الارض ورجليها مش لمسة الارض يا جمع حتى ما صدقت ان الفرح دخل عتبة بيتنا انا خايفة بصراحة يا جمع الوادي ياخد على خطره ويروحه مايرجعش طب مينة طب مينة يا مينة الحب والجواز ده يا رزي من عند ربنا ولو الدنيا كلها اجتمعت عشان تمنع رزي كاتبه ربنا مش هيقداره ولو ربنا كاتب ان عزوز ياخد ناديا ما حانش هيقدار يفرقه بس انت تطميني وانا يا باب الله انا كنت عايزة منك حاجة تانية يا اخوة يا عشان خطري خير كلم عزوز كده والطيب خطره بكلمتين حلوين كده بنكلمك الحلو ماينفعش دلوقتي الاول اشوف حسن مايبقاش حسن قيل للراجل انساء واحنا نروح له يبقاش شكله قدام الراجل ماداش اه حسن يبقاش شكله قدام صحنا حاجة دي متعدكينش اشرب الشاي انا الفضاء يا كماما ومن غلبي يا اخوة اعمل ايه اشرب اشرب خلدي بسيكي مش عايزة اشرب حاجة بسيكي بقى دي بالك مو دي مشربتي الشاي من ايه بسيكي وانا اعطلك في الشاي حاجة او بقى لبا نشرب شربات نادية ان شاء الله يا رب في حياتك يا كماما مالك يا حسن مالي ورد فيه انا فيش حاجة انا تقبان شوي تقبان وانت قاعد مع ورد وبعد ينيسيني سلمتك قلب سلم غلا يسلم ما تقومي يلا عشان اوصلك الشهر حسن انا قلتي يعني ان انت جاي تقعد معي مخصوص ايه ما انا هعدت معاكي في ايه في حاجة عايزة قليها ما حسن؟ هو انت مش ناسي حاجة خالص؟ الزهر انت الناس يا بنا راجع من الصفر وتعبان وفي دماغي مليون حاجة في ايه يا وردة؟ يا حسن انت زي النهاردة قلت لي انا بحبك ومن زعيتها لحد الوقتي وحنا بنحتفل بي كل سنة يعني عيدنا يا حسن انت نسيت ولا ايه يا حسن؟ اه نسيت معلش حاجة لاي ست من زي عليش عادي يا عم ولا يهمك انا مستعلانه خالص على فكه بالعكس انا بمبسوط قوي لما دعو التحيل في ايه كده كل سنطيب من قلبك؟ اه انا اعد عليك بعد ما تخلص شوق مش ممكن يا اكرم اللي انت جايب هالي دي ما بتبطلش عياط دموه 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 اه دايما دموه ايه ده؟ طب ايه راحت فيه؟ نزلت تشتري شوية حاجات انت مش اديت لها فلوس وقت لها انتشتري شوية حاجات ايه اديت لها فلوس ام وما نزلتش مع الياه؟ ليه؟ حاشت اغلى لها سكرتيرا كمان يا أكرم بي لا مقصدش أنا بس يعني قلت كنت نزلتي معاها أنا قلت لها كم حاجة على زوء كده زوءي؟ زوءي ما يلاقش عليها وبعدين زوءها يمكن يعجبك شغلانتها بقى كمان وعرفاها آه ده أنت اتكلمتي معاها بقى وعرفتي حكايتها وحدوتتها مردتش أنت تحكيلي لتعرف بنفسي مم ليه؟ هو أنت بكل اللي أنت فيه ده؟ حد كان طالب يسمع حكايتك ولي حدوتك؟ آه أكرم طالما أكرم البادري ما طالبش منك إنك تتكلمي معاها وتلغي الكلام ملكيش فيه يبقى المفروض ما تتصرفيش من نفسك ما تتصرفيش من نفسك آه آه هنا فيه إيه؟ هنا فيه بيضة آي ما تحبها؟ تخيل؟ طب ما أنا بحبها فعل إيه؟ مستغربة لإيه؟ بقى حبها إيه؟ مم ما فيش أخبار جديدة؟ أخبار جديدة إزاي؟ لا عارف أروح لحد ولا عارف أعزم حد وحبيبتي القلب انت حتطالي هنا في البيت آه، ده أنت بيت غيري بقى ومغيرش لي يا أكرم مبارح كنت ليا لوحدي والنهار ده كبت لي واحدة تشاركني فيك ومش بس كده، لأ وكمان حطتها معي في نفس البيت يا جباروتك يا أخي حبيبتي أنت حاجة وهي حاجة تانية خالص وهو دي الأخبار جديدة عشان ما أزعرش أنت عارف أن أنا أزعلي وحش خصوصا في المطبخ وانت عارف يا أكرم إلا زعلك ما أقدرش علي أبداً بقولك إيه؟ هي التربيزة دي جامدة؟ قال لي يعني ما جربتهاش قبل كده ومالو نجرب عديني وثالث الله الجواب ببن من عنوانه والمسقعة بدبن من بتنجانها عملك شوية مسقعة حتكلي صوابعك وراه أخيراً يا بيت يا فاطنة أخيراً بعين أنا وأنتي تحت سقف واحد فكرة يا بيت فكرة يا بيت كنت باجني إزاي وراك في البلد وبرضه ما بتعبرنيش يا بت التطقي انتي لسه هتوقبي مكسوفي احنا خلاص بقنا مع بعض يلا انت عيبوك ها يلا ايوه بالهاني والشفي إلا قوليلي يا فاطني انته بقى نفسك في إيه أنا عن نفسي نفسي فوات إيوه أنا معاك كل اللي يجيبوا ربنا كويس بس أنا نفسي فوات عشان يشيل اسمي أنا هسميه أبو الفطوع عب معطي الاسم ده مفيش منه اتنين إيوه يا فاطني أنا معاك برضه أن البيتت لزقها واسع خلاص نسميها أم الفطوع عب معطي هههههه طي بتعرفيش يا فاطني أنا بحبك قد إيه بحبك قوي بس يا بديت يعني إبقى ستوري نفسك شوية كده أصلي أصلي بتعب ومش بقدر أبصيلك ههههههه كولي بقى فاطني كملي بقى أكلك لوحدك مش قادر أقرب منك يعرف انت بن Couldre فيرو counting انت جبني المشوردة كله عشان تفتع معي نفس الحور لم أتكلمة عن اللي عملت نمو عملتي ايه بقي ان شاء الله يا ابن أختي لم أكلمك يوم ورد تاني�ه لtz وحسوز انت ما عملت يا خل يا ابني في موضعات مينفعش الكلام فيها في التليفونات استاني ناكل ايه ماتي دي عشان نقول لك واديني جيتوا وعرفتوا الرد انتهى الكلام حسن يا فامي صاحبك انا قابلته وللامانة بقى يا راجل جادع وشاه مش هري خطرك ودخل البيت من بابه ولو لا شغلك في مصر كان فاتحك انت اول واحد وانا خايف على نادية ومش عايزك كن معزوز الله ليه عشان بالياتشو لا عشان هتموت عشان هما اللي تنسكتهم مش واحدة خال عايزنا اقول حاجة تانية اه عايزك تقول حاجة خلك يصدقها يا حسن الراجل عالف اني نادية عيانة وموافقة بيتيالي كده الحكامة ملغاش علاقة بنادي طيالك ما انت طول عمرك بتهالك حاجات كتير وما بتحققش فيها حسن انا خيالك ولا انت انسيت لا ما انسيتش الناس فين خيالي بقى من 25 سنة نادية دي شفتها فيها انا شفتها فيها شفتها كم مرة اخير انا رولا النام اللي بعدت عليكم وردة كل شوية في رايحها الجاية كان زمنك ما تعرفش عنينا اي حاجة جاي النهاردة ما حمقولها وخيف عليها جاي النهاردة بتعمل فيها ابويا وتاخد قرار بولك يا خيالي اخلع انت بموضوع ده خليك في الاوهان بتاعتك كيستحقك بسم الله عليكم انا اخلق اصبال الموضوع موضوع اشتركوا في القناة 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 مالك اشتركوا في القناة 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 كاعد مع واحد منهم فيه ايه؟ مقصودش باش القسم بس عتاك غيرهم طبعا يعني لا والغيرهم ولا حاجة أنا زيهم بالظبط بس الحكاية بقى مش حكاية طمع زي ما انتم فاهمين لا الحكاية عبارة عن تراك مقفول دايرة ملهاش أول من آخر وطرى ما بدأت تمشي فيها شوية وهتلاقي نفسك بتجري عمرك ما تقدر تقف عارف ريه؟ عشان لو وقفت اللي جاي من وراك بسرعته هيطيارك برا تراك وطلقي نفسك رجعت تاني من الأول خاصة كل حاجة يعني الطيار هو اللي بيمشينا ما بنمشيش بمزاج صح بس الزاكي بقى اللي يحول الطيار دا لمزاج ويلعبه صح وأهم قاعدة مفيش آخر لأي حاجة فكرتني بابو يا الله رحمة باشا كان دا ما انيقولي كده لما توصل للآخر ارجع للأول تاني مات يا حسن أبوك مات إيه؟ هتفضل عايش بأفكاره ومع الشاشة جواك يا حسن صح عندك أهمات قولي يا حسن انت بتشرب؟ لا باشا ما بتشربش ليه يا حسن؟ الشرب حلوة قبل حسن باش نشرب اللي تشوفه سعدك عموما الهكرة هتتعاود صحيح يا حسن تا متجوز خاطب صاحب شاقت لا باشا يعني ما عندكش واحدة في حياتك ما عندكش حلم مات مات مع ابو الله الرحمة